اهلا بكم زوار في الجول دوت كوم في لايف جديد الف مبروك على فوز منتخب مصر الاولمبي على غانة النهاردة 3-2 في مباراة ماراثونية وممتعة من الطرفين علشان منتخب مصر يضمن صدارة المجموعة لحد دلوقتي طبعا وقابل مواجهة الكاميرون في الجولة الاخيرة بس الاهم ان هو بيضمن تأهله للسيمي فاينال يعني بشكل كبير ان شاء الله الحلم يقترب حلم التأهل لأولمبيات توكيو 2020 طيب خلونا اشرح لكم ايه اللي منتظر منتخب مصر بعد كده منتخب مصر حيلعب ضد الكاميرون في الجولة الاخيرة بعد اللعب مع الكاميرون حيتحدد طبعا متصدر المجموعة ووصيف المجموعة مصر ضمنت التأهل عن المجموعة الاولى لانها جمعت 6 نقاط الكاميرون عندها 4 نقاط فهي دلوقتي في الوصافة وغانة عندها نقطة يعني عندها امل في التأهل لو فازت على مالي اللي ودعت البطولة بعد ما خسرت اول مطشين يعني رصدها دلوقتي سفر بس بشرط فوز منتخب مصر على الكاميرون ساعتها تبقى امال غانة في التأهل ممكنة طبعا التأهل وقتها في الوصافة التعادل بين مصر والكاميرون يعني تأهل مصر في الصدارة والكاميرون في الوصافة فوز الكاميرون يعني تأهل الكاميرون في الصدارة ومنتخب مصر في الوصافة يعني في كل الاحوال منتخب مصر تأهل للسيمي فاينل وطبعا في السيمي فاينال هيتحدد من الثلاث منتخبات اللي هتتأهل لأولمبيات توكيو لأن طبعا أول أصحاب أو أصحاب أول ثلاث مراكز هما اللي بتأهلوا للأولمبيات الرابع بنقوله هارد لك وتعوضها في البطولة الجاية منتخب مصر دلوقتي مستنيه يعني مباراتين على تحقيق الحلم إن شاء الله الأول ضد الكاميرون وبعد كده أول مباراة في الدور الثاني اللي هتكون في السيمي فاينال إن شاء الله منتخب مصر فوزوا بيها يعني ضمان التأهل للأولمبيات حتى لو لا قدر الله خسرنا المباراة دي فده معناه إن إحنا عندنا فرصة إن إحنا نلعب على المركز الثالث والمركز الثالث هيكون مؤهل إن شاء الله للأولمبيات أما المركز الرابع مش هيكون مؤهل زي ما قلت لكم طيب إيه اللي مستني منتخب مصر في السيمي فاينال عندنا المجموعة التانية المجموعة التانية بتضم منتخبات كودفوار ونيجيريا وزامبيا وجنوب أفراكيا واحد من المنتخبات دول حيلعبوا منتخب مصر في الدور الثاني إن شاء الله وطبعا هيتحدد مين بناء على ترتيب منتخب مصر في المجموعة طيب النهاردة المطش الحقيقة كان سجال ما بين الطرفين إحنا عندنا مشاكل واضحة جدا وظهرة من المباراة الأولى في خط الدفاع إحنا بنلعب بتلاتة في خط الدفاع متمثلين في أحمد رمضان بيكم ومحمد عبد السلام وإسامة جلال والنهاردة محمد عبد السلام يمكن ما كانش في أفضل حالاته لكن الحقيقة هو لاعب مميز جدا مدافع نادي الزمالك مدافع من يعني بنشوفه حتى كمان من الموسم اللي فات واحد من أفضل اللاعبين اللي ليوم مستقبل إن شاء الله في الدفاع في خط الكرة المصرية وبيلعب في قلب الدفاع وبيلعب كباك ليفت يعني الراجل الحقيقة بيقدم أدوار كويسة جدا وحتى بيلعب كمان باك رايت فإن شاء الله بإذن الله حتى لو كان المباراة دي هو خارج عن فرميته فأعتقد إن ده مش هيأثر على نظرة الجمهور ليه دايما بإنه هو مدافع كويس جدا وبيمثل مستقبل كبير للكرة المصرية طبعا منتخب مصر النهاردة استقبل هدف مبكر جدا كان السبب الأول فيه بعيدا عن يابو صاحب الهدف كان أوبينج اللاعب اللي مثل خطورة كبيرة جدا لمنتخب غانا هو اللي عمل الهدف الأول هو اللي صنع الهدف الأول من انطلاق رائعة من ناحية الشمال قبل ما يلعب عرضية يابو سجلها في مرمى محمد صبحي بسهولة وهو اللي سجل الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني مستغل خطأ محمد عبد السلام بعد ما خطف منه الكورة ورقص محمد صبحي الحقيقة بمهارة كبيرة جدا وسجل الهدف الثاني اللي كان مباغت لدرجة إن كابتن شوق غريب ملحقش يشوفه لأنه كان بيصلي بين الشوطين زي ما صرح بعد المباراة لكن كان فيه حاجات الحقيقة مميزة جدا في أداء منتخب مصر بعيدا عن المشاكل الدفاعية إحنا لازم نشيد بها بالتأكيد أول الإشادات هتكون من نصيب مصطفى محمد أو البلدوزر الجديد زي ما جمهور الزمالك بيحب يسميه مصطفى محمد سجل هدفه الثاني في البطولة والحقيقة إنه هو بيسجل هدف بالكربون من الهدف اللي سجله في مرمى منتخب مالي عرضية من أحمد فتوح اللي الحقيقة يعني مكينة عرضيات لمنتخب مصر الأولينبي مصطفى محمد بيستقتل على الكورة وبيسجل منها إشتب مصطفى محمد مش علشان بس هو سجل الجول مصطفى محمد قادر من أي عرضية أنه هو يعمل خطورة لمنتخب مصر حتى لو كانت العرضية دي بلونة يعني إحنا شفنا بلونة من أحمد فتوح مصطفى محمد استموت على الكورة كانت ممكن تبقى هدف عن طريق كريم العراق اللي تابع الكورة وتسددته الحقيقة كانت فوق العرضة أو كانت تبقى ضرب الجزاء لأن مصطفى محمد وقع بعد يتدخل من مدافع منتخب غانا فالحقيقة استقتال مصطفى محمد أنه هو يسجل من كل كورة شيء يحسب جداً ليه والأول مرة من فترات طويلة جداً منشوف أن منتخب مصر عرضياته بتمثل خطورة وبنقدر أن نسجل من رأسيات وفي نفس الوقت عندنا مهاجم بيبقى مميز جداً برضو باستخدام الفوتورك رجليه مع الرأسيات نجم المباراة الأول الحقيقة النهارده رمضان صبحي رمضان صبحي النهارده يعني عمل تقريباً كل حاجة في الملعب رمضان صبحي سجل رمضان صبحي صنع رمضان صبحي شكل أكثر الخطورة على مرمى منتخب غانا علشان يمهد لنا الطريق أن احنا نتعادل وبعد كده نكسب في الشوت التاني رمضان صبحي النهارده ده أتسم يعني بعيد عن الفردية اللي ساعات كتيرة جداً الجمهور بيعيب عليه فيها رمضان صبحي منع منتخب مصر مهاجيمة منتخب مصر صلاح محسن ومصطفى محمد فرص كتيرة جداً للتسجيل وهو بنفسه سجل جول وألغاء الحكم بداء التسلل هو فعلاً كان متسلل عارف أن في ناس كتيرة قوي كانت يعني بتقول أن رمضان صبحي ما كانش متسلل لا الإعادة أظهرت أن فعلاً كان فيه تسلل على رمضان صبحي بس ربنا أكرمه بعد كده بالجول التاني جول التعادل وصناعة الجول التالت لأحمد ياسر ريان علشان يكون رمضان صبحي نجم المباراة النهارده باختيارنا وباختيار اللجنة الفنية من الكاف لكن في نقطة مهمة جداً عايزين نتكلم فيها تتعلق بعبد الرحمن مجدي الحي عبد الرحمن مجدي النهارده بعد مشارك بدلاً من صلاح محسن أظهر خطورة كبيرة جداً على مرمى منتخب غنة وكان السبب في الجول التاني لأنه هو اللي سادت الكرة قبل ما ترجع لرمضان صبحي اللي تابعها وسجل لنا هدف التعادل أنا الحياة الحدي دلوقتي مش لاقي تفسير لوجود عبد الرحمن مجدي على الدكة لصالح صلاح محسن ليه أنا بقول كده؟ لأن صلاح محسن للأسف بيلعب وينج مع منتخب مصر ما بيلعبش كمهاجم يعني لو شوفنا صلاح محسن جمع مصطفى محمد ساعتها أنا حتقبل فكرة مشاركته أساسياً لأننا نحن هنلعب بثناء هجومي لكن المشكلة أن صلاح محسن بيفقد جزء كبير جداً من خطورته على الوينج ولو تفتكره كانت هي دي المشكلة اللي بتقابله لما كان بيشارك مع الآله فترة الكابتن حسام البادري أنه هو ما كانش بيلاقي نفسه على الوينج هو صلاح محسن لقى مميز جداً في قلب الهجوم وبالتالي ده أكتر مركز تقدر تستفاد منه وتستفاد من خطورته وفعاليته الهجومية بصراحة لو هتقارن ما بين صلاح محسن على الوينج وعبد الرحمن مجدي هختار عبد الرحمن مجدي والنهاردة شفنا خطورته كانت عاملة إزاي أحمد ياسر ريان أحمد ياسر ريان برضو نزل لدقاي قليلة وشكل خطورة وسجل الهدف الثالث أنا هتقبل أنه طبعاً في وجود مصطفى محمد مصطفى محمد هو المهاجم الأساسي المنتخب مصر ففكرة أحمد ياسر ريان مش هتكون محببة على حساب مصطفى محمد لكن لو كابتن شوق غريب قرر أنه يلعب بثناء هجومي أعتقد أن مصطفى محمد مع أحمد ياسر ريان هيعمله ثناء هجومي خطير جداً بوجود رمضان صبحي وكريم العراقي على الجناحين اللي اتنين مجهودهم كبير جداً ومجهودهم وافر اللي اتنين قادرين على صناعة الكثير من الفرص رمضان صبحي تعاونوا النهاردة مع مصطفى محمد كان مميز جداً وكان هايل ده شيء أكيد أكيد يحسب للعبين ولكابتن شوق غريب اللي تغييراته النهاردة أصفرت عن الفوز اللي شفناه متأخر طيب دلوقتي فيه نقطة تانية مهمة جداً احنا مستنين ايه قدام منتخب الكاميرون ريجوبورسونج طبعاً الاسم اللي احنا عارفينه مدرب منتخب الكاميرون وكلنا فاكرين الفين وتمانية وسونج وزيدان وسونج وزيدان وبوتريكا وجول طيب منتخب الكاميرون النهاردة قدر انه يفوز على منتخب مالي 1-0 بنفس النتيجة اللي فاز عليها او اللي فاز بيها منتخب مصر على مالي منتخب مالي زي الماتش الاولاني بالزبط عمل ماتش كويس لكن منتخب الكاميرون كان اكثر فاعلية وسجل عن طريق فينا اللي هو اخطر سلاح لمنتخب الكاميرون واللي لازم نركز عليه كويس جداً في المباراة اللي هتجمعنا بالقصودة التي لا تقهر زي ما بيحب انهم يتسموا في الجولة الثالثة ايفينا هو لاعب بايرني ميونيخ لكن طبعاً هو مش بيلعب حالياً في بايرني ميونيخ هو معار وهو ابرز سلاح لمنتخب الكاميرون وعلى فكرة هو بيشارك مصطفى محمد في صدارة هداف البطولة لانه يسجل برضو هدف الكاميرون في غانا والنهاردة بيسجل تاني هدفه في البطولة اعتقد ان مع المشاكل الادفعية اللي بتقابلنا لازم ايفينا نركز عليه تحديداً وعلشان هو ده اخطر سلاح هجومي لمنتخب الكاميرون طيب فلنفترض ان خلاص يعني انتهينا من مباريات الجولة الثالثة وتأهلنا للدور التاني السيمي فاينال احنا كده ولا كده الحمد لله تأهلنا يعني للسيمي فاينال لكن ايه اللي ممكن نحاول ان احنا نتجنبه في الدور التاني الحقيقة ان في عيب للبطولة دي العيب ده متمثل في ان مندخب مصر الوحيد هو اللي قائمته مكتملة ازاي ده لان مندخب مصر وجد تعاون كبير جداً خصوصاً ان اغلب اللاعبين او يمكن كل اللاعبين محليين فوجد تعاون من الانديال المصرية في انه هم يسمحوا اللاعبتهم بالانضمام لمندخب مصر لكن بقية المنتخبات التانية اغلب لعبيها محترفين وطبعاً لان البطولة دي مش في الاجندة الدولية ففي منتخبات كتيرة ما استعدتش او ما خدتش لعبيها المحترفين علشان يلعبوا معهم البطولة وده سبب ان الناس كتيرة جداً شايفة ان البطولة قليلة فنياً عكس اللي كان متوقع قبل بداية البطولة طيب ايه اللي هيحصل بعد كده الحقيقة ان المنتخبات دي فعلياً هتستفاد من لعبيها المحترفين لكن في الادوار المتقدمة يعني على سبيل المثال منتخب جنوب افريقيا بدأ الماتش الاول وهو يعني بحوالي 15 لاعب بس يمكن وده بسبب ان لعيبة في سان داونز وفي قيدزار تشيفز وفي سوبر سبورت وفي فرق جنوب افريقيا محلية رفضت ان هي تسمح للاعبيها بالانضمام لمنتخب الكاميرا ومن بداية البطولة لكن من الماتش الجاي في لعيبة دوليين محترفين وفي لعيبة محليين هينضموا لمنتخباتهم علشان يزيد من خطورة المنتخبات دي في البطولة طيب لو احنا مستنيين منافس في السيميفاينال انا كامير عبدالحليم مين اللي اتوقع او مين اللي ارغب في تجنب مواجهته هو منتخب زامبيا الحقيقة منتخب زامبيا تعادل في الجولة الاولى مع جنوب افريقيا لان دلوقتي في المجموعة التانية تصدرها منتخب كودفوار بالفوز على نيجيريا 1-0 ليه انا بقول نبعد عن منتخب زامبيا رغم ان هو تعادل مع جنوب افريقيا في الجولة الاولى لان منتخب زامبيا هيستعيد اهم سلاحين عنده في يمكن من المباراة المقبلة او يمكن من المباراة اللي بعدها وحيشاركوا مع زامبيا لحد نهاية البطولة مين هم السلاحين دول هم داكا ومويبو نجمي ساليسبورج النمساوي طبعا احنا شايفين ساليسبورج لان احنا متابعين اداء ليفربول مع محمد صلاح في دوري ابطال اوروبا فهو مع ليفربول في المجموعة لكن دول اهم السلاحين لمنتخب زامبيا خصوصا داكا لان داكا كان افضل لاعب في قارة افريقيا من سنتين والحد دلوقتي بيحفز على سجله التهديف المميز جدا مع فريقه فاكيد السلاحين دول لما ينضموا لمنتخب زامبيا منتخب زامبيا حد زيد خطورته وحيبقى منافس قوي جدا لو منتخب مصر لعب ضده في الجولة المقبلة اللي هي طبعا السيميفاينال طيب اخر حاجة هاختم بها كلامي قبل ما استقبل تعليقاتكم واسئلتكم هي الاشادة بالسلوك او بتصرحات لعبي منتخب مصر الولمبي وللحقيقة مش بنشوفها فينا المنتخب الاول شفنا النهاردة روح قتالية كبيرة جدا من منتخب مصر الولمبي رغم التأخر مرتين ضد غانا دي اول حاجة مش بنشوفها في المنتخب الاول احنا شفنا الحقيقة لقطة محمد صبحي وهو رايح يدعم زميله محمد عبد السلام بعد استقبال الجول التاني اللي غلط فيه محمد عبد السلام ولبسه محمد صبحي محمد صبحي اول حاجة عملها وقبل حتى ما يجيب الكرة من الجول راح علشان يدعم زميله محمد عبد السلام في لقطة اكيد كانت صعبة عليه جدا وهو لاعب صغير في السن دي اللقطة الاولى اللي لازم نشيد بها اللقطة التانية هو كان اداء منتخب مصر في المباراة بشكل عام ان رغم تأخر منتخب مصر بيعمل سيل من الهجمات على المرمى الغاني والحقيقة رغم تألق حارس منتخب غانس تمر سيل الهجمات لحد ما سجلنا التعادل في ديئة 82 وبس رغم ان التعادل ده كان ممكن يضمن لنا التأهل للدور التاني لكن منتخب مصر كمل في الكتال لحد ما احمد ياسر ريان سجل جول الفوس في ديئة 88 علشان نضمن فعليا التأهل للدور التاني الحاجة الثالثة اللي هشيد بيها في اداء منتخب مصر يا تصريحات النجوم بعد المباراة رمضان صبحي قال انا بشكر الجمهور خصوصا المنتقدين اللي انتقدونا في المباراة الاولى وجه ليهم شكر خاص وبرضو قدم له معذر بان المنتخب مكانش بيلعب بقاله شهر بسبب توقف الدوري فأكيد ده اثر على الحالة البدنية لللاعبين ومصطفى محمد زميله نجم نادي الزمالك قال احنا من غير الجمهور ولا نسوة حاجة سلوك ممتاز جدا من لعب المنتخب الاولمبي للأسف للأسف ما شفناهوش من نجوم المنتخب الاول في فترة كأس رمام الافريقية اللي خرجنا منها من دور الستاشر روح ما شفناهاش من المنتخب الاول فيعني نتمنى ان السلوك ده يكمل لحد ما يوصل للمنتخب الاول سواء النجوم دول كملوا لحد المنتخب الاول او حتى المنتخب الاول يتعلم من المنتخب الاولمبي دلوقتي انا هستقبل تعليقاتكم واسئلتكم طبعا عن اداء منتخب مصر النهاردة وعن اللي مستنينا وعن رؤيتكم بشكل عام لاداء منتخب مصر في اول مبارتين وطبعا اللي حابب يسأل بخصوص البطولة بخصوص منتخب مصر هنجاوب على اسئلته فدلوقتي انا هبتدي اقرى معاكم الكومنتات زاكي عثمان بيقول هو نظام الصعود للأولمبيات هيكون ازاي اصحاب الميدالية الزهبية الفضية البرونزية حايدمونه تؤهل مباشرة للأولمبيات اسماعيل خليفة بيقول هل منتخب مصر قادر على انه ياخد البطولة فعلا ولا المنتخبات اللي معانا اقوى مننا وتقدر تعدين الحقيقة اسماعيل انا زي ما قلت اتمنى ان احنا نبعد عن منتخب زنبيا منتخب زنبيا انا في رأي انه هو من افضل المنتخبات دلوقتي في البطولة اعتقد ان المنتخبات التانية في المتناول ان شاء الله سواء منتخب كودفور او منتخب جنوب افريقيا اللي هيتآهل منهم اعتقد انه هم في المتناول ومع دعم الجماهير والحقيقة الروح اللي احنا شوفناه ناردن المنتخب باذن الله نطمع ان احنا نكسب البطولة عبد الرحمن التوني بيقول مبروك لمصر مصطفى ايمن بيقول ممكن نقيم اللاعبين بالارقام طب انت ممكن يا مصطفى تسأل عن لعبين معينين محمد رمضان بيقول احسن حاجة الجمهور مصطفى موتازي بيقول نظام البطولة ايه تأهل اصحاب الميدالية الزهبية والفضية والبرونزية ياسر شبكة بيقول مشكلة المنتخب تتلخص في نصف الملعب وانعدام الثقة ان اعدام الثقة دي يا ياسر انا بشوف ان هي بتبقى ظروف ماتش يعني انت النهاردة استقبلت جول في الدي الخامسة واستقبلت جول في السوان الاولى من نشروط التاني طبيعا ان الثقة تتهز شوية لكن انا مش شايف ان ده يبقى يعني حاجة عامة نقول ان المنتخب بيعاني من انعدام الثقة خصوصا ان هم لعبين صغيرين في السن حسين سلمان بيقول رجالة بجد محمود يشام محمد يشام انا اسف تتوقع لو وصلنا توكيو هنقدم حاجة على حسب ما هنشوف بقى مستويات الفرية اللي هتوها معنا في المجموع يعني بس ان شاء الله بإذن الله احنا عندنا يعني خامات كويسة ومواعب صعدة يعني فبإذن الله هيكون قادرين ان احنا نعمل حاجة ايام محمد اللعبة في فترات وسيارة هيأثر على مباراة تالتة ولا هل لازم نلعب بأوراق بديلة ضد الكاميرا بص انا اعتقد ان موضوع اللعبة في فترات وسيارة ده مش هيأثر قوي لان اللعبة بقى لها فترة مستفيدة من فترة توقف الدولي الدوري اسف يعني اعتقد ان هم اصلا محتاجين يعني مشاركة دلوقتي بشكل مستدامل علشان يوصلوا الاعلى اللياقة بدنية ليهم انا مش مع فكرة ان احنا نلعب بالبدلاء في الماتش التالت احمد نبيل شايف اللياقة هتساعد المنتخب خصوصا مع دي وقت البطولة يعني انا لسه مجواب على السؤال ده يا احمد هو فعلا مع المشاركات اللياقة البدنية هتعلى واخد بالك يعني انت بتتكلم ان هم مجموعتين بعد كالسيمي فاينل على طول يعني عكس البطولة الكبيرة انت بتلعب في الاول مجموعات وبعد كاب توصل دور الستاشر دور التمانية فالوضع بيبقى صعب شوية شامل غندور بيقول ان هو شايف ان عندنا مشكلة في نص الملعب لان مافيش حد بعد اكرم توفيق لو اتصاب لقدر الله ان شاء الله مش هيبقى فيه اصابات شعبان صلاح الفابروك لمصر رمضان صبحي احمد متحط ازاي بتوصل المنتخبات لمونديال توكيو اصحاب المراكز التلاتة الاولى يا احمد تفتيكر مين هيتقاهل تاني من المجموعتين بعد تقاهل مصر اعتقد هيتقاهل الكاميرون معانا وهيتقاهل زنبيا وكود دفور من المجموعة التانية عفاف ناجي بتقول النهاردة المنتخب كان ليه شكل كويس ربنا يكملها على خير ان شاء الله عبدو نصر ايه حل او عبدو نصر ايه حل المشكلة الدفاعية في خط دار منتخب مصر احنا منلعب بتلاتة وراء يا عبدو يعني احنا المفروض ان احنا منلعب باداء دفاعية كويس بتبقى المشكلة في السرعات على الجنبين لان طبعا انت محتاج ان انت ارتداد سريع من كريم العراقي واحمد فتوح النهاردة في الكرة الهدف الاول ابونج كان اسرع من كريم العراقي فقدر ان هو يوصل بسهولة جدا وطبعا محمد عبدالسلام مقدرش ان هو يخطف الكرة منه لما تدخل فيعني اعتقد ان هي بس الموضوع محتاج ارتداد دفاعي يمكن اكتر شوية من احمد فتوح وكريم العراقي لكن مش هتبقى مشكلة كبيرة في قلب الدفاع رقفة يونس اداء كواسي جدا بس احنا كسبنا مطشين لسه متأهلناش مش عايزين ننسى تجربة كسر العلم للشباب اللي كانت في مصر الله ينور يا رقفة احمد رجب لو صعدنا مين التلاتة الكبار اللي توقع ينضموا اعتقد ممكن يبقى فيه اسمين في خط الوسط يعني ممكن يشوف طريق حامد على سبيل المثال واعتقد ان وجوده هيبقى مهم يعني ان احنا فعلا عندنا مشكلة في المركز ده يعني ممكن يكون فيه صنع العاب كمان لكن مش عبدالله السعيد يعني اتمنى ان نصر ماهر يرجع سريعا ان شاء الله باذن الله من انصابت الكتف وعمار حمدي كمان ياخد فرصة اكبر اعتقد ان شاء الله لو يتحسننا في المركز ده ممكن منضم الصنع العاب ويعني ممكن نضم مهاجم تاني او ممكن نضم وينج يبقى مع رمضان صبحي بساعتها في الحالة دي بقت رزقية طارق قبو بيقول لعبي الإسماعيلي عبدالرحمن مادي ما يتركانش عدكة تاني اتطفق معاك جدا محمد عادل سليمان تقريبا كده هنقابل نيجيريا نيجيريا خسرت المطش الاول من كود دفوار فلما نشوف هيعمله ايه في المطش الجاي احمد ابراهيم ليه ما منلعبش بصادق بدل عمار والجزار مكان عبدالسلام ونلعب عبدالرحمن مجدي مكان صلاح محسن اسامة ناصر الرابع ملوش ملحق لا ملوش محمد ابراهيم مبارك هل بديل صلاح محسن وعمار ممكن يكون عبدالرحمن مجدي صادق ولا ممكن امام عشور اعتقد عبدالرحمن مجدي هيكون انسب بديل صلاح محسن ومحمد صادق هيكون بديل لعمار بس عمار يعني مش بنفس السوق عبدالرحمن يتوني النصف الملعب نقطة ضعف في اتفاق على الموضوع ده احمد عاطف ايه رأيك في شوق الغريب يعني بص انا مش مش هقدر دلواتي ان انا اقول رأيي بشكل عام في الكابتن شوق الغريب هنقيم التجربة ان شاء الله بعد نهاية البطولة لكن اللاعبين بيشيدوا بكابتن شوق الغريب والحيالة نهاردة تغييراته وجابت المكسب ايه تقييمك لمصطفى محمد دي سؤال من احمد جعفر احسن مهاجم في مصر ربنا يكملها على خير ان شاء الله ساهر وائل الدفاع مخابل الامال خط الوسط تمام نسبيا خط الهجوم محتاج التمرن على التسديد دي انت مهمة جدا يا جماعة احنا مش بنشوت من بره منطقة الجزاء احنا دايما بنلعب كرات عرضية سواء يعني كرات عرضية عالية او كرات على الارض لكن محتاجين اكيد ان احنا نطور صلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء مش شايف اي فايدة من 3-3-4 بتاعت شوق الغريب وزي ما يبدأش بعبد الرحمن مجدي ده محمد ايمن محمود طاهر يا رب دايما انفوز لمصر احمد عبد الحليم جمع ارايك في اداء رمضان صبح النهاردة رمضان صبح النهاردة كان ما نقف زمتش الحقيقة نط جبير جدا في الملعب بعد عن الفردية اللي كانت بتسيطر عليه في بعض الحالات كمية فرص صناعها لزميله كبيرة جدا شابوه رمضان صبح الحقيقة ان شاء الله ناخد البطولة طيب مصطفى رجع لنا بشوية لعيبة اكرم توفيق اكرم توفيق اعتقد ان محتاج يبقى ليه دور اكبر في قطع الكرات يعني لازم يبقى خط الدفاع الاول لمنتخب مصر هو اكرم توفيق مستني منه اكتر الحقيقة فيعني حيكون تقييمه اعلى ان شاء الله في المتشاط الجاية مصطفى محمد هايل جدا في التعامل مع الكرات الرأسية اي عرضية بيعمل منها خطورة حتى لو كانت بلونة بيقدر ان هو يهجم عليها ويحاول ان هو يحولها الفرصة لمنتخب مصر اما فرصة يسجل منها اما فرصة يقدر ان هو يحصل منها راكل الجزاء او يصنع بيها فرصة رمضان صبحي يعني هتدلو عشر على عشر رمضان صبحي النهاردة عمل كل حاجة في الملعب سجل وصنع وعمل فرص لزميله كان هايل جدا صلاح محسن مركزه ظلمه الحقيقة يعني انا عايز اشوف صلاح محسن مهاجم تاني جنب مصطفى محمد لكن صلاح محسن مالعبش على الوينج فاتوح كان مميز جدا النهاردة كان عادة زي المتش الاولاني عرضياته كلها خطيرة احمد ياسر ريان طبعا يعني استغلال ممتاز طبعا طوله في انه يقابل عرضيات رمضان صبحي ويسجل منها الهدف التالت وبكم يعني مع محمد عبدالسلام واسامة راجب ان شاء الله مستنين اداء احسن منهم عبدالرحمن ايه سبب وراء تضيع صلاح محسن الفرص دي برغم انه لعب جامد انه مش بيلعب في مركزه انا بقرأ الاسئلة اللي مختلفة شوال ما جاوبناش قبل كده طبعا اللي اللي بعد سؤال ولا اني ما جاوبتش عليه اللايف ده ان شاء الله هينزل فيديو عادي جدا ممكن تتفرج عليه بشكل كامل بعد كده فتلاقي ان شاء الله جابت السؤال بتاعك لو كان مكرر او لو انت لسه جاي لنا متأخر راجفة مصطفى محمد هايل جدا عظيم اغلب الناس متفقة ان فيه ازمة في نص الملعب واحنا محتاجين ارتكاز كمان مع اكرم توفيق كل ده الكلام ممتاز جدا شوقي غريب كان جاي متأخر ليه سؤال من محمد رمضان كان بيصلي ده بحسب تصريحاته طبعا فيه اشادات بروح اللعيبة اسلام عامر بيقول هل الرابع ليه ملحق لا ملوش ملحق مين ياخد البطولة ان شاء الله منتخب مصر محمد الصمرة بيقول ايه اخبار حمدي فاتحي للأسف للأسف حمدي فاتحي تعرض للاصابة بقطع في غضروف الرجبة مع منتخب مصر الاول من غير اي تدخلات هو اصاب وقع وحتى كان فيه شك او خوف من ان هو يكون تعرض لاصابة بقطع في غضروف الصليبي فتم نقله سريعا للمستشفى وهناك الفحوصات اكدت اصابته بقطع في غضروف الرجبة الاصابة هتطول شوية وللأسف هي جاية في وقت صعب ليه في وقت كان فعزة تقلق وابتلاق من ربنا ان شاء الله يكون اقوى ويرجع اقوى بعد ثلاث او اربع شهور باذن الله طيب انا هسأل بقى يعني هاخد اخر سؤال فتمنى يكون سؤال مختلف حمدي فاتحي جاوبنا عليه مصطفى محمد جاوبنا عليه احلى حاجة في المطش روح الرعيبة ورجوهم الهزيمة مناورة امير شكرا يا مصطفى طيب اخر سؤال احمد غازي بيقول ليه ما بنلعبش باثنين هجوم صلاح محسن ومصطفى محمد في خطة اربعة اربعة اتنين وسؤال من حسام نبيل ايه رأيك لو لعبنا رمضان صبح هتبقى اكيد في الخطة دي صانع العاب بصوا يعني في النهاية هو كانت انشوق غريب مدرسته من زمان جدا من ايام لما كان مسك منتخب الشباب في 2001 والانجاز طبعا بالبرونزية بتاعت الكاس العالم هو بيلعب بتلاتة في خط الدفاع الراجل ده فكره والراجل ده اسلوبه وبيطبقوا مع منتخب مصر والاولمبي فخلاص احنا مدام الراجل حيحقق اهدافه بالخطة دي احنا ما عندناش اي مشكلة اهم حاجة الهدف الاجبر هو التأهل والاولمبيات ان شاء الله صلاح محسن ومصطفى محمد انا بتمنى ان انا شوفهم ثناء هجومي احسن مشوف صلاح محسن على الوينج ولو شفت صلاح محسن على الوينج وقتها ممكن اشوف رمضان صبحي صنع العاب فده مش مركز كواس لرمضان ولا ده مركز كواس لصلاح محسن فانا اتمنى ان كل لعب يفضل في مركزه صلاح محسن مهاجم فيلعب مهاجم عبدالرحمن مجدي يلعب وينج ورمضان صبحي يلعب وينج ومع تقلق طبعا احمد فتوح وكريم العراقي ان شاء الله يبقى عندنا جبهتين ناريتين نهنيكم بالفوز على الكاميرون واللايف اللي بعده نهنيكم بالفوز في السيمي فاينال والتقاهل للنهائي والتقاهل للأولمبيات ان شاء الله شكرا جدا لكم كنت معاكم امير عبدالحليم ونشوفكم في لايف جديد ان شاء الله